ما زالت حمضنك تفتك بجسد شبوى صراخ المصابين بها وبرغم ارتفاعه الا انه لم يصل الى اذان الجهات المعنية بعد ومع ارتفاع الانين ترتفع اعداد الحالات المصابة ايضا اذ ما زالت حالات الوفيات والاصابة بهذا الوباء في مديرية بيحان ترتفع تدريجيا منذ مطلع مايو الماضي حيث بلغت حالات الوفاة 17 حالة في حين ارتفعت الاصابات الى 1300 حالة تعرض منها 58 شخصا لحالة نزيف كما انه تم رصد وتسجيل انتكاسة لبعض الحالات المرضية التي سبق وان شفيت تعد هذه الموجة هي الاعنف للوباء التي تعصف بالمديرية لاكثر من شهر مدير مستشفى الدفعية في بيحان قال ان الوباء يتفشى بشكل كبير وان حالات الوفيات والاصابات في تزايد ما لم تتحرك السلطات الحكومية لمكافحته وتعزيز الخدمات الصحية والطبية اللازمة في المدينة في ظل هذا التدهور تظل التدخلات الوقائية لمكافحة الوباء محدودة وليس بيد ادارة المستشفى حيلة سوى دشر البرامج التوعوية او شن حملات الرش الضبابي للمنازل ومصادر البعوض الناقل الوضع الوبائي تجاوز الامكانيات للقطاع الصحي في ظل ترد مختلف الاوضاع العامة جراء سيطرة الميليشيا الانقلابية على المديرية وقلة المخزون الدوائي بمرافقها الصحية ونعدام الامكانات الطبية اللازمة لمكافحة الوباء